في البيت هو سوء الاختيار الرجل لا يحسن اختيار الزوجة والزوجة لا تحسن اختيار الزوجة اولا انجي الى الزواج الزواج مشروع مقدس شلون مقدس الله يقول او الرواية يقول ما بني بناء في الاسلام احبوا الى الله من التزويج هذا افضل بناء مزين وذا افضل بناء الله يحب نهدمه انه ابغض الحلال عند الله والطلاق هذا البيت المقدس شباب يتزوجون ما عنده اهداف تقول لي تعال يا فلان انت بتخطب صق ايه بخطب خلاص تواصينا واتفقنا تقول لي لو بتعرس اللي هو سوناك مقابلة لاو بتعرس سيد جابر صحيفة الوسط بكبرها اه تقول لي ليش بتعرس ها ليش بتعرس بحد الواحي عرس لاوه ما ما عنده لبعد واحد في في مخيلته الواحي عرس لاوه فقط هذا الا في راسه بينما احنا حتى انا متى احكم على على مشروع انه ناجح اذا الاهداف تحققت مثلا انا وديت ولدي ما احد علم انجليزي المعهد اخذ فلوسي وبعدين اطى ولدي شهادة امتياز جبت ولدي قلت يا ولدي انا بفصل نظار ولعرف انجليز تعال ياي رحت ما عرف يقول لي قد افترنون وبعدين ما في شيء هال الفلوس راحت وينه الشهادة حتى اودي اخوه بس هاد مو ناجح هاد امتياز ما ليه قيمة انا هدفي يتكلم ما يتكلم ما يعجيه بالتالي هدف اش هدف اش فالبيت الزوجي حتى نعرف هالمشروع ناجح مو ناجح وش الاهداف من الزواج والله ما ادري اشتركوا في القناة